تقرير وزارة الخارجية الأمريكية أشار إلى أن قدرات تخصيب اليورانيوم التي تمتلكها إيران حالياً تتوسع يوماً بعد يوم وتسعى طهران لاستخدامها كأدوات للابتزاز النووي في انتهاك لشروط الوكالة الدولية للطاقة الذرية ويكشف التقرير أن تهران وحتى بعد اكتشاف أنشطتها النووي السرية في عام 2002 استمرت لسنوات في إخفاء الأدلة على وجود هذه الأنشطة وفي نوفمبر 2004 أصدرت الوكالة الدولية تقريراً شاملاً يؤكد أن تهران فشلت في الوفاء بالتزاماتها فيما يتعلق بالإبلاغ عن المواد النووية وكذلك التصريح عن المنشآت التي توجد فيها هذه المواد الاتفاق النووي المبرم مع إيران في 2015 فشل بحسب تقرير واشنطن في توفير خطة دائمة للتعامل مع الأنشطة النووية الإيرانية المزعزعة للاستقرار بل إنه شجع تهران وجعلها أكثر خطورة كما أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية وفق التقرير أنها اكتشفت في نوفمبر الماضي آثار يورانيوم تمت معالجتها كيميائياً في موقع إيراني ولم يتم أعلام الوكالة بشأنه كما كشفت تقارير للوكالة الدولية في مارس ويونيو الماضيين أن إيران لم تجب على أسئلتها بشأن احتمال وجود مواد وأنشطة نووية غير معلنة في مواقع إضافية وفي يونيو الماضي وبخ مجلس محافظي الوكالة الدولية إيران وفق التقرير ودعاها إلى الالتزام بتعاون الكامل مع مفتش الوكالة دون مزيد من التأخير تقرير الخارجية الأمريكية خالصة إلى أن لدى إيران سجلاً مؤسفاً على مدى عقود لامتلاك برنامج تسليح بشكل سري وإخفاء المواد النووية مما يزيد من خطورة الوضع ترجمة نانسي قنقر